موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء رحبكم فضايا العراق التربوية ونقدم لكم درس جديد من دروس الحاسوب للصفة الثانية المتوسط اليوم عزيز الطالب راح نعرف شون نقدر نبحث عن طريق الانترنت شونه معناه البحث بالانترنت ومنه اللي داي يسوينا عملية البحث وشلون احنا نقدر نبحث ومن تبحث على كلمة شونه اللي راح يصير وشلون راح توصل الهاية الكلمة اذا الدرس الاول هو البحث عن المعلومات باستخدام المتصفحات لماذا نحتاج الى عملية البحث بالانترنت عندما بدأت الانترنت في التوسع من حيث كثرة المستخدمين من ناحية وكثرة المواقع والصفحات من ناحية اخرى اصبح من الضروري عمل خدمة تساعد المستخدمين على البحث في الانترنت فعندما نحتاج الى المعلومات معينة حول موضوع معين او منتج معين او مؤسسة او شخص فانه من المستحيل تحقيق ذلك باعتماد فقط على العنوان او النطاق او عنوان الموقع الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة ولهذا السبب ظهرت الحاجة الى توفير طرائق البحث في الانترنت ومن اهم هذه الطرائق هي محركات البحث التي سنتطرق عليها في هذا الدرس هنا عزيزي الطالب اليوم احتاج اوصل الى موقع من مواقع ممكن احتاج اوصل الى موقع وزارة التربية اليوم اذا انا محافظ الموقع كنص كامل يعني كنطاق كامل www و من نطاق الكامل ممكن انه فقط افتح المتصفح وادخل عليه محرك البحث واكتب وزارة التربية العراقية مباشرة راح يحولني على الموقع وادخل عليه واني اصلا ممكن ما عندي النطاق الخاص بهذا يعني اليوم كثرة المواقع كثرة المستخدمين كثرة الاشياء اللي موجودة داخل الانترنت من المستحيل طبعا اليوم انت راح تبحث عن شغلة يعني مستحيل انه انت كل موقع حافظه معناته انه حافظ النطاق ماته من المستحيل يعني ممكن انه فقط حافظ www.google.com يعني ممكن تدخل وراها تشوف السيرتش بقية المواقع اذا هذا بالنسبة ليش انه نحتاج عمليات البحث في الانترنت خلني جي نشوف شنو محرك البحث عزيز الطالب اليوم احنا ضروري جدا لازم انفرق بين محرك البحث والمتصفح اليوم عندي محرك البحث والمتصفح خليها اليك معلومة يا عزيز الطالب اليوم المتصفح هو برنامج محرك البحث هو رح يكون عندي موقع الاصل انه يكون موقع وداخله برنامج هذا البرنامج يشتغل عملية معينة الي يسوي بها السيرتش اذا محرك البحث هو برنامج يقوم بالبحث عن معلومات في الشبكة العنكبوتية مواقع الويب اذا يخزن البرنامج قوائم كبيرة من مختلف مواقع الويب مما يتيح ايجاد اي شيء من ممكن البحث عنه محركات البحث يعني من اهم محركات البحث واكثرها شهرة خصوصا اللي هو جوجل اليوم جوجل متصدر بالنسبة لمحركات البحث اليوم جوجل متصدر في عمليات البحث متصدر في عمليات البحث وعمليات الشراء داخل الانترنت وعمليات الترويج وغيرها اليوم جوجل هو يكون متصدر في كل شيء تقريبا بالنسبة للبحث والسيرج اما الياهو ايضا موجود وياه ايضا الياهو وعدنا البنك وعدنا دوك بايل وغيرها من المتصفحات اللي موجودة نقدر ندخل عليها عن طريق الويب ونسوي سيرج على المواد او الشغلات اللي احنا محتاجيها طبعا جوجل وياهو تتيح كتابة مصطلحات البحث او الكلمات المفتاحية كنص اتيادي في ابحث عنها محرك البحث ويعرض النتائج في صفحة ويب جديدة وعند النقر على احدى هذه الارتباطات التشعوبية المعروضة سيتم الانتقال الى صفحة ويب معينة تطابق الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية عزيز الطالب يقصد بها هنا الكلمة المفتاحية معنات اليوم انا يحتاج ادخل الى موقع وزارة التربية فممكن انه اكتب وزارة التربية العراقية هذه الكلمات المفتاحية يدخلني على الموقع وهذا الموقع انا راح اضغط عليه وراح يدخلني على الموقع طبعاً من سويسرش هنا على وزارة التربية العراقية راح يطلع لي شكو كلمة موجود بها اللي هي شكو وزارة التربية العراقية ممكن تكون الفيسبوك ممكن تكون الويب وأنا ولها أختار الشيء اللي أحتاج أوصل إليه على الرغم من تعقيد الكبير عفوا في مبدأ عمل محركات البحث ألا أن المستخدم العادي لا يرى من محرك البحث إلا مجرد واجهة بسيطة يستطيع من خلالها كتابة الكلمة المفتاحية ومن ثم الحصول على نتائج البحث بشكل سريع دون معرفة ما يحصل في الخفاء للحصول على هذه النتائج كيف يمكن استخدام محركات البحث عزيزي الطالب محرك البحث ممكن أنه أدخله باي ويب يعني ممكن أنه أكتب اليوم مثال نأخذ أنه القوغل اليوم أنت تحتاج تسوي سيرتش على معلومة معينة ممكن تكتب بالمتصفة www.google.com وتدخل على واجهة هذه الواجهة تمكنك أنه من تكتب كتابات أو كلمات مفتاحية توصلك إلى الريزولت أو النتيجة التي أنت محتاجها دعني نجي نشوف شون هنا سيكون عندي كيف يمكن استخدام محركات البحث البحث عن معلومات يعد أحدى العمليات الأساسية التي يقوم بها كل من يتعامل مع المواقع على الشبكة العنكبوتية للقيام بعمليات البحث باستخدام محرك البحث جوجل يمكن انتباع الخطوات الرئيسية الآتية الذهاب إلى موقع محرك البحث الذي يحمل نطاق www.google.com باستخدام أحدى المتصفحات وليكن جوجل كروم طبعا جوجل كروم هو متصفح خاص بشركة جوجل في مربع النص الذي يظهر وسط الصفحة طبعا هذا مربع النص اللي يظهر وسط الصفحة اللي خاص بصفحة جوجل نكتب أي كلمة مفتاحية اللي يسموه الكي وورد طبعا الكي وورد عفوا نرغب بالبحث عنها ولتكون المعالج الدقيق اليوم أنا أحتاج أسوي سيرتش على كلمة المعالج الدقيق خلني جي شوف مرح نسوي سيرتش شنو اللي راح يطلع طبعا اليوم أنا أحتاج أسوي سيرتش على المعالج الدقيق نضغط على مفتاح انتر ليبدأ محرك البحث طبعا هنا تلاحظ عزيز الطالب كتب المعالج الدقيق وانطينا اما بحث او ندوس على الانتر راح يبدي يبحث على كلمة او المعالج الدقيق يأرض محرك البحث قائمة بالمواقع التي وجدها وذلك على شكل ارتباطات تشعبية يعني لينكات مواقع تقدر تدخل عليها تحتوي على كلمة المعالج الدقيق اربع يمكن ذهاب الى نهاية القائمة المواقع التي ظهرت كنتيجة البحث عنها والنقر على كلمة التالية يعني اليوم الصفحة هاي اللي طلعت قبالك هي مون كل الصفحة اللي موجودة اللي بيها سيرش ممكن انه تنزل الى تحت الصفحة وتختار نيكست او التالية راح ينطيك ريزولت بعد اكثر كلمات بعد اكثر طبعا تصدر الكلمات تصدر هاي العملية هو عن طريق التواريخ يعني راح تطلع لك الكلمة الاولى هي اقرب تاريخ وطبعا الكلمات الاخرى هي لا بعد تاريخ طبعا للانتقال الى صفحة اخرى وخامسا من المواقع طبعا هنا ممكن ننكبر الصورة شوي طبعا نيكست بالانجليزي لغرض الانتقال الى صفحة اخرى تمثل تكملة لقائمة نتائج البحث خامسا من قائمة المواقع يمكن نقر على الموضوع المطابق او المقارب لكلمات المفتاحية اللي يتم الانتقال الى صفحة الموقع الذي يحتوي على المعلومات المطلوبة وتنتبه عزيز الطالب هاي صفحة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وطبعا بعد تقدر انه انت بتشوف سيرتش اكثر يعني اليوم اني طلعت عندي 10 صفحات تقريبا تحمل المعالج الدقيق لو تنتبه عزيز الطالب المعالج الدقيق هنا ممكن انه هذا موجود مقال في منتدى العرب تمام خرج النيال جوجل انه ونقدر طبعا اكثر من واحد موجود ادي هنا المعالج الدقيق ومعالج الدقيق هنا وماذا تعرف عن المعالج الدقيق كلية الهندسة جامعة بابل كلها حاجة على المعالج الدقيق ما الخدمات البحثية التي تقدمها محركات البحث خلنا نجي نشوف عزيز الطالب شنو الخدمات البحثية التي تقدمها محركات البحث توجد العديد من الخدمات التي يمكن للمستخدم ان يوظفها اثناء بحثه عن المعلومات في الشبكة العنكبوتية وذلك من اجل حصول على نتائج بحث دقيقة ومتنوعة من اهم هذه الخدمات خدمة البحث عن النص ان الغرض الرئيسي عزيز الطالب من محركات البحث هو البحث النصي يعني اليوم احتاج اكتب نص بكوجل واني مباشرة راح يحولني الى ارتباطات تشعوبية ممكن تدخلني على الروابط وممكن تدخلني على المواقع التي تحتوي على الكلمات اللي انا كتبتها فعندك كتابة اي نص كلمات مفتاحية في مربع النص الذي يظهر وسط صفحة محرك البحث فان معظم النتائج المعروضة هي ايضا نصوص توفرها مواقع الويب التي يشابه محتواها مع الكلمات المفتاحية اللي انا كتبتها طبعا المكتوبة اذ تعرض هذه النتائج في صفحة محرك البحث تحت علامة التبويب للكل طبعا اليوم انا من مختار الكل معناته انه انا دا انبه جوجل دا اقول له اذا اكو موقع يحتوي على المعالج الدقيق تطينيا واذا اكو صورة تحتوي على المعالج الدقيق تطينيا واذا اكو فيديو على المعالج الدقيق تطينيا لان انا هنا امأشر على كلمة الكل هو بالانجليزي اللي هي الال ثانية خدمة البحث عن الصور هذه الخدمة تسمح للمستخدمين بالبحث في مواقع الشبكة العنكبوتية عن الصور عندك كتابة الكلمات المفتاحية ولتكون المعالج الدقيق مثلا فأن نتائج البحث تظهر بشكل تلقائي تحت علامة تويب الكل وعند النقر على علامة التويب المجاورة اللي هي صورة سوف نلاحظ أن جميع النتائج البحث عبارة عن صورة حصرة يعني هنا لو تنتبه عزيز الطالب حاليا هنا لا بد من الإشارة إلى وجود خدمة البحث عن الصور وليس من خلال كتابة نص كلمات مفتاحية وإنما من خلال رفع صورة إلى محرك البحث دعنا نتبه هنا عزيز الطالب اليوم أنا مختار صور ما مختار أول معناته أنه راح يطلع لي فقط المعالج الدقيق راح يخرج لي على شكل صور حصلا طبعا لا بد من الإشارة إلى وجود خدمة البحث عن الصور يعني اليوم أنا عندي صورة عزيز الطالب هذه الصورة أنا ما أعرف شنو أسمها يعني اليوم أنا عندي صورة ممكن عندي منتج ممكن عندي صورة بس ما أعرف هو شنو هذا يعني ما أقدر أريد أسوي سيرتش عليه بالجوجل بس اسمه أنا ما أعرفه ما أعرف شنو اسمه هذا فهذه الصورة مباشرة ممكن أنه أرفعها إلى جوجل وقل لي طلع لي الصور المشابهة لهذه الصورة مباشرة راح يخرج لي الصور المشابهة لهذه الصورة والمواقع اللي تحتوي هاي الصورة طبعا أنا أكيد من خلال مواقع من خلال غيرها راح أعرف شنو هاي الصورة وبيش تستخدم وإذا كانت منتج شنو سعره وغيره من التفاصيل البقية إلى هنا أعزائي الطلبة نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة